استقبل فخامة الرئيس دكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق في قصر بغداد استقبل سفير بلادنا لدى العراق الخضر مرمش وجرى خلال اللقاء استراد آخر مستجدات الأوضاع في اليابن وتقديم الحكومة اليمنية الكثيرة من المرونة بغية حل الأزمة اليمنية عن طريق الحوار وبما يتفق والثوابت الوطنية التي أجمع عليها الشعب اليمني وبالمقابل تعنت الميليشيا الحوثية أمام جهود الحكومة ودول التحالف العربي والأمم المتحدة وأكد فخامة الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد بوقف العراق الداعم لاستقرار اليمن معربا عن أمله بنجاح المفاوضات بين الأطراف اليمنية وعودة الأمن والسلام للبلد الشغيق اليمن محملا السفيرة مرمش تحياته لفخامة الرئيس دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومن جانبه نقل السفير مرمش تحيات فخامة الرئيس دكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أخي فخامة الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد مؤتمنية للعراق مزيدا من الاستغرار والتطور والنماء